أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية من شرطة الاحتلال وقواته الخاصة الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان لقضاه أكد أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم مثلما تمثل تجسيدا لاستياسات الاحتلال المدانة والمرفوضة الرمية لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف مشددا على أن دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هما الجهتان الوحيدتان المسؤولتان عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه